العالم صارت على المريخ ونحن وين بعدنا جملة يرددها الشعب اللبناني للإشارة إلى تخلف لبنان عن مواكبة التطور والتكنولوجيا مما جعله يحتلوا موقعاً متأخراً في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والمعلومات بلشت الأزمة تقريباً من لما بلشت كورونا بلشت مع ازدياد الطلب على التكنولوجيا وهذا ازدياد تخلى أسعار القطاع التكنولوجيا والمايكروشيب يغلى اللي يزايد الطيم بل بلبنان هو الأزمة الاقتصادية اللي صارت اللي خلى الناس بطل فيها تشتري الشباب هم الفعل أكثر اهتماماً في التكنولوجيا عينهم اليوم من التطور التكنولوجي اليوم الشواء كتير عم يعانوا من أزمة وأنه معاً فيهم يشتروا أساس تكنولوجيا وتشهيزات إلكترونية بسبب الأزمة الاقتصادية الموجودة بالبلد هيد الأزمة أزمة الدولار الشاب اللي كان بده يغير تليفونه الشاب اللي بده يجدد الكمبيوتر أي شيء قطع الشغل اللي حقه 100 دولار ممكن يكون بعدها حقه 100 دولار بس فرق الدولار اللي إنكم عما يكون بالليرة اللبنانية مع ما يخليهم يقدروا يشتروا ماذا لو استمرى لبنان في تجاهل مؤشر التكنولوجيا والمعلومات إذا لاينا مشيين بهذا الريتم وبهذا الأزمة اللي عندنا إياها هلأ كتير شباب لح يتأخروا في كتير تكنولوجيا حتكون نازلة بالعالم مش هيقدروا يستفيدوا منا ويباكبوا هذا التطور نحنا هنتأخر كتير عن الدول الباقية وحنصير دولة متخلفة نوعا ما تكنولوجيا لأنه معاش فيه إمكانية للمواكب كمان الشركات المبرمجة لتطبيقات التواصل الاجتماعي عطولها ما تنزل تحديثات جديدة على برامجها لتكون تواكب أجهزة أحدث وفرجنز أحدث مثلا واتس أب وفيسبوك وكل المنصات التواصل الاجتماعي لما بتنزل أبدايت جديد هذا الأبدايت فعندها منيموم ركوين من 3 جهاز للأجهزة اللي عما تمشي عليها الجهاز الأديم اللي عمره 10 سنين مثلا و8 سنين و5 سنين ما بيقدروا يمشوا هيدا الأبليكيشن وبزل أزمة كورونا المستجدة هلأ بالعالم صار في طلب زيادة على الانلاين ادوكيشن والميتينج انلاين وبصفة أنه الأهل والعالم ما قادرين يطوروا ويحطسوا هيدا الأجهزة حتى لتواكب الأبليكيشن لتشتغل أونلاين عم يصير في تأخر دراسي أوقات لحضار قطاع التكنولوجيا والمعلومات في لبنان يقابله تطور في دول العالم يجعلوا لبنان في مصاف الدول المتخلفة تكنولوجيا مع عدم قدرة الشعب اللبناني على مواكبة التطور واللحاق به اشتركوا في القناة